أهلا بكم نبات إفوروبيا بيدلانتز نبات عصاري جميل ومميز يتميز بأوراقه البيضوية الشكل خضراء اللون والمبركشة والمزخرفة باللون الأبيض نبات سهل الزراعة والعناية خاصة للناس المبتدئين بيحب الرأي عند جفاف التربة لأن نبات عصاري بيحب ضوء الشمس المعتدل في فصل الصيف يعني بيحب أشياء الشمس الصباحية وأشياء الشمس اللي بتبقى بعد العصر لأن أشياء الشمس الحارقة بتحول أطراف أوراقه إلى اللون الوردي كل عائلة نبات الإفوروبيا لو أطعنا أي جزء من الورقة أي جزء من الصاق سنجد أنه يخرج منها مادة بيضاء لبنية سائلة وينبغي التنبيه على الأطفال بعدم العبس بهذه المادة لأنها تسبب تهيج العين وتهيج الجلد زي ما حقوا شايفين طريق التقاصر هذا النبات سهل جدا جدا عن طريق العقل نقطع أي عقلة ونضعها في طربة خفيفة جيدة الصرف وبعد كده بنرويها رأي بسيط جدا في البداية ونضعها في مكان معتدل حتى تنجح معانا عملية التقاصر أو يمكن نغرسها في طربة طينية على طول هتنجح برضو معانا عملية التقاصر هذا النبات تتساقط كل أوراقه في فصل الشتاء بسبب السقيع والجو البارد ولكن في البلاد التي تتميز بالجو الدافئ يتساقط عدد قليل من الأوراق ولكن سرعان ما تنبت هذه الأوراق بداية من فصل الربيع وتصل زرواتها زي ما حاكم شايفين في فصل الصيف هذا النبات لا يحتاج إلى تسميد لأن الوصريات بصفة عامة في غنى عن التسميد بالنسبة للناس اللي بتدور على نبات تزراعه في أحواطها المنزلية فهذا النبات هو الخيار الأمثل لأن المجموع الجزري لهذا النبات بسيط جدا إذا عجبتكم مثل هذه الفيديوهات معلومة في دقيقة اكتبونا في التعليقات وإلى اللقاء